هاني حاب يعمل خير هو ومراته فقرروا يتبرعوا لجمعية انقاذ حياة طفل لانهم سمعوا عن نشاط الجمعية في توفير حضانات للموليد لغير المقتدرين هاني لما راح مقار الجمعية اتفاجئ ان الجمعية على مدار عشر سنين قامت بعلاج اكتر من 30 الف طفل مريض 10 تلاف عملية قلب 8 تلاف عملية مخ وأعصاب 2500 حوادث طرق وعناية مركزة 2000 حالة أورام 1500 جهاز طبي للفقراء 500 طرف صناعي كفالة تعليم 10 تلاف طفل من أسر المرضى سداد ديون اكتر من 1000 غارمة ممن عليهم احكام 100 مشروع متناهي الصغر كل ده تم بعد بحث الحالات بدقة من الفريق البحسي للجمعية المتخصص في بحث مدى استحقاق الحالات هاني ومراته جابوا زمائلهم كمان يشاركوا في الخير ده انت كمان ما تحرمش نفسك من الأجر من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون شارك معانا ولو بالأليل بانك مصر فرع إزيس مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في حلال جيدة من برنامج من أحيا الحقيقة في الأسبوع الماضي تكلمنا عن موضوع مهم وهو الاستعداد النفسي للزواج وتهيئة المخطوبين للزواج واستقبال أمر مهم للزواج في الحقيقة وصل لنا بعد ما أعلننا عن الحلقة دي أننا هنتكلم عن استعداد النفسي للزواج بداية من أول يوم زواج إلى إنجاب أول طفل وصلت لنا أسئلة كثيرة جدا على الواتساب 011-11 87-36-11 دعونا الأول نرحب بالأستاذ الدكتور دعاء النحراوي معالج نفسي معرفي وصلوك أهلا وسهلا بحضرتك أهلا بحضرتك في الحقيقة دكتورة وردت أسئلة كثيرة عن موضوع الزواج وكيفية استقبال الزواج على الواتساب هنبدأ بأسئلة الجمهور الأول يعني مثلا جاي لحضرتك سؤال بيقول إزاي حد يتغلب على الخوف اللي مسيطر عليه من خطوة الزواج خوفا من عدم تحقيق التموحات الشخصية بسبب الزواج أو الدخول في حياة جديدة مع شخص مش معروف المصير فيها وإيه لو حتى افترضنا أنه تم الاتفاق من البداية على شيء خاص بعمل الزوجة أو بيزنس خاصة باستكمال دراسة فبطريقة غير مباشر بيتم الضغط عليها لإنجاب أبناء في وقت مبكر أو الحياة الأسرية عموما حتى يتم معاقتها عن الاستمرار بسبب كم المسؤوليات أول حاجة هنبدأ يعني إزاي حد يتغلب على الخوف اللي مسيطر عليه من الإقبال أو الإقدام على خطوة الزواج ولكن إحنا بمنتعة البساطة بنحطها قيد الدراسة وبنحط الشريك الثاني قيد الدراسة وبنشوف إيه الإحتياجات بتاعتي وإيه اللي هو مستعد إن هو يقدمه لي إحنا قلنا إن حتى لو تم الاتفاق فيه حاجات بتغير بعد الجواز فيه في الوثيقة الزواجة الجديدة فيه بيبقى ممكن من حقهم إنه هما يكتبوا شروط في الوثيقة الجديدة فعلا زي إن الزوجة لا تترك عملها مثلا أو لا تترك دراستها أو إن هي تكمل أو إن هي حاجات دي كلها ولكن خلينا نتفق في الأول وفي الآخر إحنا لما بنتجوز الثاني لما بيتجوزه وما بيتجوزه عشان يعيشوا سوعة ده مش عشان حد فيهم يقدر يسيطروا على التاني فبالتالي أنا رأعود جلسة بمنتعة الأريحية أن أنا بتكلم مع الشريك المستقبلي بتاعي أنا حاب أن أنا أعمل كده واحد اتنين ثلاثة هل احتياجاتي دي بتمثل له رفض تام أو رفض استثنائي أو رفض مبدئي ولا لأ ما هو ممكن يقول لك لأ أنا مش موافق ده يبقى ما ينفعش يبقى أنا هو حنتجوز حلعزب نفسينا ده بالطبع لازم يكون في يعني في ده الجلسة للتعارف بهم بالضبط كده والمفروض إنه هو يكون في منتعة الصراحة إذا حبينا نحن نكمل طيب في النقطة دي بالذات عايز أرجع لحضرتك إيه رأي حضرتك في البنات اللي هما خايفين إنه هما من فكرة الرفض إن هي مثلا أنا لو قعدت مع الشخص ده أو الخاطب اللي هيتقدم لي ممكن يرفضني إيه رأي حضرتك في الفكرة دي هي فكرة كمجتمع شرقي بنات كتير جدا بحس نفس المشاعر وده اللي بيخليني أستغرب حضرتك قاعدة مش عشان تتقيمي حضرتك قاعدة عشان نتفق على شراكة يعني أنا قعدة بشوف هل الشريك المناسب لي ده ولا لأ هو التقييم يا جماعة مش بيتم من طرف واحد تقييم بيتم من طرفين من طرفين ممكن جدا إنه هو يشوفك حاجة مميزة جدا بالنسبة له وانتي تشوفيه الأهواء لا يصرح لي فبالتالي ما ينفعش انتي مش قاعدة تتقيمي انتي تعمل إنترو إذا كان ينفع ولا لأ بالضبط وبالتالي لأ في شوية أسئلة حنسألها انت قادر ان انت تتعايش معايا بالطريقة اللي أنا حباها أو الطريقة اللي المفروض نعيش بيها ولا لأ عشان يكون في اتزال نفسي في حياتنا ما فيش حد فينا يضغى على الآخر ولا حد فينا يقدر يفد سيطرته كلما كانت الحياة فيها اتفاق في المبادئ والتفاصيل والمراجعيات كلما حياتنا بقت سعيدة يعني احنا مش داخلين نتخنق احنا داخلين نعمل حياة سعيدة حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال انظر إليها حتى قال إنه أحرى أن يقود ما بينكم لذلك لكلامك إنها حياة مشاركة في سؤال تاني إزاي نتخلى عن التمرض وقبول طبيعة الطرف الآخر اللي ربنا خلقوا بيها التمرض وقبول طبيعة الطرف الآخر طيب حقول لكم على حاجة هو فيه الناس بتبقى شخصيات يعني فيه مثلا شخص هو بيحب الصوت العلي جدا 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 وجه جهوني فيه معاملته والأسلوب بتاعه والأسلوب بتاعه والأسلوب المفروض إن أنا بمنتعة الصراحة إذا ما كنتش قبل شخصيات دي ما فيش ده إن أنا أكمل أنا قلت مرارا وتكرارا إن فترة الخطوبة ما فيهاش أي تنازلات ما ينفعش أخده وهو حيتغير بعض الجواز ما فيش حد بيتغير بعض الجواز تمام فبالتالي إذا كنت قبل ده حكمل مش قبل ده مش حكمل مش مفروض مني إن أنا أتغاضى عن حياة أنا مش عايزاها إنت دخلة طلعة طريق طويل مع شخصية معينة إذا كانت الشخصية دي مش مرايحك من البداية ما تطلعيش ما فيش داعي لحياة كلها مشاكل وكلها أعباء بدون داعي إحنا لما حنبقى مع بعض حنقابل الأعباء أولي المفروض إن إحنا حنتحد لمواجهة أعباء الحياة مش إحنا نفسينا حنكون أعباء على بعض طب إيه رأي حضرتك إيه سبب المشاكل اللي بتحصل بعد الزواج إيه سبب المشاكل دي فيه مشاكل كتير بتحصل بين الزواجين بعد الزواج إيه سبب المشاكل كل واحد فيهم بيحاول يغير في طبيعة التاني أو كل واحد فيهم بيحاول يفرد سيطرته على التاني أو كل واحد فيهم بيتميز بالأنانية أو كل واحد فيهم بيتميز بحب نفسه أولا ثم حب شريكه ثانيا فيه حاجات كثير جدا فيه بيئة اللي إحنا عايشين فيها هم البيئة غالبا ما تراهش يعني ايه الزواج صحيح المراجعيات بتاعتنا ممكن تكون مختلفة ناظرتنا للزواج الناظرة مختلفة مش عارفين يعني ايه جواز يعني ايه مشاركة يعني ايه حياة بنكملها مع بعض يعني ايه امان يعني ايه سكن ان الشريكان بيسكونوا لبعض في النقطة دي غايب عنها كتير جدا جدا من الناس حضرتك يعني فيه سؤال ورد يعني من احد المراسلين على الواتساب بيقول ايه السؤال بيقول نتكلم يعني مثلا لو فيه انسان مريض تمام تقدم الى خطبة احدى الفتاهات هل يصح مريض نفسي هل يصح اننا نوافق على الخطة دي ليه ليه اوافق على الخطبة لو هو ما تعيش قبل ما يتعلم قبل ما تعالج اذا كنت انا مؤهلة ان انا اعالجه او اتعايش معاه وهو كده وقبله وما عنديش غير هذا الخيار او ان انا اخدته هو منطقيا ونفسيا ما ينفعش ما ينفعش لانه المفروض ان انا احس بالحماية منه احس بالقوامة منه تمام فاذا كان هو مريض فبالتالي نفسيا ما ينفعش ان انا نقبله تمام معنا اتصال من اماني من اسوان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وعليكم السلام اهلا وسلام مع حضرتك وصدر اماني وعليكم السلام اهلا وسلام تفضلي ممكن تسمعينا بالتليفون بس وط التليفزيون لو سمحت ماشي حاضر اتفضلي يا فن حاضرتك انا بدي وزا واحد تمام بقالك شهرين تمام اتفضلي يا فن بتكملي انا خدت غصة عني ممكن تش عايزة وبعدين الفن قيبيني وبيني 12 سنان مخصوبة على الزواج اه تمام تمام شكرا لحضرتك يا وصدر اماني الدكتورة حتجواب لحضرتك فضل هو ايه سؤالها سؤالها هي متجوزة من شهرين ايوه مخصوبة على الزواج هو اكبر منها ب12 سنة يعني هي مخصوبة على الزواج تنصحيها بايه طيب هو انا كنت اتمنى طبعا ان انا اكمل بقيت السؤال يعني هل ما فيش فيه حاجة بترضيها هل هي كان فيه ايه متزوجة من شهرين يا دكتورة ومخصوبة على الزواج في ايه اللي حيرضيها ايه مخصوبة على الزواج ايه يا استاذ مرون ايه ايه حد تاني وادغصبت عليه ولا هي ادغصبت على الزواج ورغم فرق السن ففيه فيه اسئلة كتير هنا نقصة ولكن احنا ممكن نتجاوب على جميع الاسعادة معنا اذا كان فيه حد تاني وهي مخصوبة على الزواج ارداءا للأهل للأهل هو القبول من اهم شروط الزواج طبعا حالة الغصب هنا الزواج هنا بيعتبر باطل شرعا الزواج بيعتبر باطل طبعا احنا هنا مش بنشرع احنا متكلم في خلينا في التخصص بتاعنا اللي هو الأمر النفسي هي يعني ازاي تتعايش مع هذه الزيجة احنا بقى خلينا ايه احنا 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 تتتعايش طيب طيب انا معاك بس انا هقول حدثك حاجة هو فرق السن بيخليني اقول ان فيه فرق في في الفرق في التفكير كتير فرق 12 سنة هل هو اكبر منها ولا يعني هل هو اكبر منها هل هو ممكن يوفر لها دور القب هنا او هل هو هل بيهنها ولا عايز يرديها هل بيمثل لها ألام نفسية وجسدية ولا ألام نفسية بس فيه حاجات كتير جدا 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 السؤال ممكن ما يكونش واضح بالقدر بالزبط 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 فأنا ارجو ان هي تعيد الاتصال بين مرات الاخرى لان فيه حاجات كتير جدا مجهولة في معانا نسانة رحاب بن كفر الشيخ طيام السلام عليكم ألو 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 تفضل يا فاند تفضل يا فاند انا دكتورة واحدة عندي 18 سنة عندك 18 سنة ومتطلقة بقالي 3 شهور تمام وخايفة من جواس تاني وخلا بميتي لها حتى أفضل وخايفة ان انا اتجوز يستمع لها حتى أفضل انا شايفة عامل ايه طيب اهني شوية فيه أولاد ولا مفيش لا مفيش طيب طيب احنا وصلنا في التعليم لغاية ايه تلت عداد تلت عداد طيب هل احنا بنشتغل ولا لا نعم ما بنشتغلش طيب قاعدين في البيت مع بابا وماما طيب طيب بيصرفوا كويس ولا نعم بيصرفوا كويس علينا ولا محتاجين نشتغل بابا رافض وبعدين حكاية الشغل عندنا دي مستحيل على عدد اللي بيصر النهاردة بيصر بكرة طيب هل فيه امكانية انا هل اتعلم مهارة معينة زي شغلك شيء زي شغل اي مهارة يدوية اعملها من خلال المنزل نعم مستحيل ما فيش ومستحيل طيب انا عارفة اسباب الطلاق طبعا هل انتي عارفة اسباب الطلاق واحد اتنين تلاتة ولا لسه ما حددتيهاش نعم اطلقتي ايه عارفة اسباب الطلاق عارفة اسباب الطلاق طيب نقدر نلغي اسباب الطلاق دي من الجواز التاني يعني إحنا لو ما حققناش الأسباب دي مش حنتطلق تاني؟ تمام يعني إحنا لو تقدم لنا حد تاني ممكن بمنتهى البساطة نشوف الحاجات دي هالمتوفرة فيه ولا لأ؟ أو ننقب بأسلوب أكثر وعي إيه رأيك؟ نقدر إن إحنا؟ أنا مش هيكيلي يعني إحنا مش هيكيلي واحد مش متكوز وعرف أتعلم معه عندنا أنا مش متكوز ديوقتي تتكوز عرفت أقول خلاش أخي متكوز أنا ما عنديش مشكلة إن إنتي تتجاوزي واحد كان متجاوز قبل كده ما عنديش مشكلة أو أرمل أو عنده ولاد أنا ما عنديش مشكلة أنا بتعامل مع كل حاجة بوحدتها القائمة بحد ذاتها بصي معنى أنت مطلقة مش معنى أنها هي كرسة ولكن أنا حاخد اللي ناسب موقفي بالزبط تمام؟ واحدة متطلقة ما فيش مشكلة حناخد واحد زينا متطلقة أو أرمل أو أي حاجة كل الحكاية إن أنا اتطلقت لأسباب معينة ححاول أن ألاقي بطريقة أكثر وعي لأسباب التانية ومن الطبيعيين أنا مفكرش في الجواز أنا لسه ثلاث شهور لسه يدوب العدة ممكن تكون لسه ما خلصتش كمان فليه أنا حفكر في الجواز دلوقتي؟ من فضلك ما تفكرش في الجواز قبل ست شهور خدي وقتك خدي وقتك ارتاحي نفسيا حاولي ولو حتى تتعلمي كرسة ونتي في البيت أي حاجة تقري تنامي نفسك تشوفي الأسباب اللي احنا طلقنا عشانها أحسن نفسي بحيث إن أنا أدخل الجواز التاني وأنا مستعدة وأنجح فيه أنا خدت تجربة طلعت مش حلوة مش معناها نهاية الدنيا معناه إن التجربة دي هتجيني خبرة جميلة هكون نكحة جدا 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 في الجواز التاني اتفقنا؟ أصلي كوزر أولينا دكتورة من كاميرتش إن قاعدت شهرين بس قاعدت شهرين متزوجة أنا سماعك كوزر أولينا معاعدت شهرين بس أنا ما عنديش مشكلة قاعدت قديث تمام أنا عندي مشكلة إن أتعملك مشكلة في حياتك وما تقدرش تكملي بعدها إزاي تخرجي من القلم النفسي ده؟ المشكلة النفسية دي؟ حياخد وقتي تمام حفكر إن أنا أخطار صحي في اللي بعد كده تمام اتفقنا؟ شكرا لحضرتك يا سيد رحب تفقنا اتفضل يا دكتورة يعني مشكلة يعني خايف الخوف من الزواج يعني أنت قلت لحضرتك أنت قلت لها إن هي تاخد وقتها طب خدت وقتها وقعدت مثلا في التشهر تمام إزاي تهيئ نفسها للزواج مرة أخرى؟ حاخطار صحي بقا؟ تمام مش في أخطأ حصلت يعني الطالب لما بيدخل وبيوصل في الامتحان إيه اللي بيحصل؟ بيذكر المادة كويس عشان لما يمتحن فيها تاني يعني في جوز أقحل نفسي نفسيا وعقليا عشان يتجوز تاني تمام طيب دكتورة في سؤال تاني يعني في الزواج طبعا هل هناك أو في فترة فطور بتمر بالحياة الزوجية؟ أكيد طبعا أكيد؟ أه طبعا كتير 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 يعني فترات الحاملة مثلا ممكن تبقى فطور بالنسبة للزوجة وبالنسبة للزوجة هي بيكون الحامل اللي احنا عارفين أن درجة حرارتها بتبقى مرتفعة عن الإنسان العادي وبيبقى زي ما بيقولوا كده خلقه في مناخرة متوترة من كل حاجة وطعبانة من أي حاجة في حملوه واحنا على واحد بتبقى تعبانة المفروض أن احنا نتحملها ممكن أن هي وصل بيها أن هي مش طيقة جوزها خالص مش طيقة ريحته مش طيقة مش طيقة مش طيقة دي أنا بتفهم المرحلة اللي هي فيها بعد خمس سنين من الزواج بلاقي الحياة بقت رتيبة إلى بشكل معين ممكن بعد سبع سنين يتطرر نفس المشكلة حالات فطور بس هي حالات الفطور دي لو ما تفهمتش صح وانا ما عدتش بيها بطريقة آمنة بقى الزوج والزوجة بيطلعوا عاملين كده كل واحد فيهم في حتة غير تاني خلص وكل واحد فيهم في طريق غير التاني فترات الفطور بالنسبة لي زي فترات المراحقة يجب العناية بيها جيدا حتى يخرج الزوجات للمجتمع بطريقة آمنة في الاتصال الأول الأستاذة اللي كانت من أسوان كانت بتقول إنه هو أكبر منها بـ 12 سنة هل ده يعني فرق كبير أو في سن؟ ساعات بيكون فرق كبير ساعات يعني هو مش محدد مش محدد هقولك ليه مش محدد لأن ممكن جدا إن هي تكون درجة الوعي عندها يتناسب مع درجة الوعي عنده رغم فرق السن رغم فرق السن وارد جدا يكون إن هي محتاجة الفرق ده إن هي فقدت الأب وفقدت الحنان وفقدت العنصر الرجولي في بيئتها فبالتالي الفرق ده بيعود احتياجها من الإبوة والزواج وممكن يعمل مشكلة ممكن يعمل مشكلة إذا كان مفيش تكافؤ علمي ولا تكافؤ اجتماعي وهو لا يقدر قيمة البنت هنا ولا يتفاهم احتياجاتها حيشوفها إن هي إنسانة تفاهم إنسانة مش على درجة الوعي المطلوب فإحنا ما نقدرش نقول إن هو ميزة واللعيب كل حالة خاصة بها معانا الأسيدة مييرة من القاهران أهلا وسهلا بحضرتك السلام عليكم وعليكم السلام أهلا وسهلا بحضرتك وعليكم السلام ا שהוא يتفاهم صعيم آيف من أحده حبتكytytokani عندي مشكلة صغيرة ممكن حضرتك باس تعالي وصلتك شوية باس فقل لك حبتك عندي مشكلة صغيرة فضالة يا فرة حضرتك هم أنا متجوزة بقالي خمس شهور متزوجة بقالي خمس شهور بس بس أنا أحبي واحد تاني نحن اللي ما وصابوني عليه وكذا أنا مش عايزة شكرا واضح السؤال لحضرتك وستزميني شكرا الدكتور هتجاوب لحضرتك 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 إيه رأي حضرتك في السؤال ده إيه رأي حضرتك في السؤال ده لازم تنفصل يعني هي متزوجة من خمس شهور فقط ويعني بتحب واحد تاني لسه ما فيش أطفال لازم تنفصل مش ندي فرصة نكون تتعايش لكن ربنا يكرم وهي بتحب واحد تاني مش عارف إيه إيه بتحب واحد تاني وأهلهم اللي غصبوا على الزواج ده إنتي شايفة الانفصال هو الحل لازم لازم ليه أولا هنا مفيش أي التزال نفسي زائد في خيانة وعلى فكرة التاني الأخ اللي هو بتحبه بينفضها برضه هتعمل إيه موعد عشان كده أنا بقول لحضرتك ندي فرصة ممكن ربنا يكرم ويكون فيه هتدي فرصة وهي الوحدة هتدي فرصة أنها تختاره من أول جديد وكان يرد إيه مش عارف تمام 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 تفضلي يا فنزم بص أقول حضرتك حاجة الحقيقة عشان تستمر وتستمر صح يكون فيه اتزال نفسي لازم يكون فيه صراحة ما بين الطرفين وفيه سكن ومودة ورحمة تمام من شروط الزواج ربنا سبحانه وتعالى أحل لرجل التعدد لكن ما أحلش للست إن هي تعدد عشان هي تبقى متجوزة واحد وبتحب واحد تاني لعدم اختلاط الأنساب بالظفت كده ماشي وكمان الغصب ده ما فيش الغصب ده مش من شروط الزواج طيب يعني أنا يعني أنا أنقى بالزوج إن هو يعني الأهل ما يلفعش يحطه زوج كده تمام أهل هم صرحوا الزوج التاني إن إحنا هنجوزك رغم إن هي بتحب واحد تاني في بعض الأزواج بيقبلوا بده يعني أنا سامعت عن بعض القصص بإن الخطيب عارف إن البنت دي بتحب واحد تاني ومش عايزها وبرضو مكمل يبهوها مريض عنده حب تملك لكن مش حياة نفسية صحيحة دي تمام ما ينفعش تمام أنت شايفة يعني أفضل حال الانفصال الانفصال الفوري آه طبعا تمام ده يعني مش عارف حضرتك فيه سؤال ورد فرق السن بين الزوج والزوجة رأي حضرتك هل الأمر ده ممكن يسبق انفصال بين الزوجين مش إحنا جوابنا عن فرق السن قلنا ممكن يكون ميزة هو سؤال ورد بالوقتي تمام طيب ممكن يكون ميزة وممكن يكون عائلة بالضبط يعني برضو يؤدي إلى انفصال ممكن يؤدي إلى انفصال بين الزوجة إذا كل واحد فيه ما تفهمش طبيعة الآخر طبيعة الآخر بالضبط تمام زي بالضبط الشركة أنا ممكن أقبل موظف عندي هو ما كملش تعليمه تمام حضرتك يعني وفيه حاجة سؤال تفضل تهيئة الزوجة أو البنت من أول يوم زواج تمام ان هي هتسيب بيت الأب اللي تربط فيه مثلا عاشت فيه 20 سنة 18 سنة يعني أقل لأكتر لان هي تعيش في بيت رجل آخر غريب عنها وبيت غريب عنها إزاي نهاية البنت أو الزوجة ده يعني هتقبل على حياة أخرى كان من ضمن الوصايا أنه وصية إعرابية لابنتها عند الزواج وذكرت وصايا جميلة جدا عشرة منها لكن تعالوا نتكلم عن حتة نفسية جدا 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 هي مش هتعيش مع واحد غريب عنها هي هتعيش مع السكن بتاعها يعني تخيل أن واحد عاش عمره كله نقصه نص وبالزواج بيكمله بيكمل النص بتاعه هي هتعيش مع السكن بتاعها هتبقى هو هي وهو سر بعض السر ما يطلعش برا خلاف يتحلم بينهم مفيش حد يعرف عنهم حاجة ما ينامش بالليل إلا وكل الخلافات ما بينهم مصفينها ما يبعدوش عن بعض يحبوا بعض في كل اللحظة وفي كل ثانية تبقى معاه حتى لو مش معاه تمام تبقى تبقى هي سكنه هي فرحته هي حبه هي الأمان بتاعه تمام وهو برضو نفس الكلام طب حضرتك بالنسبة وأنا جايم في العربية تقريبا في كلمة حضرتك علقتي عليها اه أعز حضرتك تذكريها برضا كنا كانت فيه أغنات أمكالسوم وهي بتقول وهي بتقول لحبابها أنه هو يعلن الحب ده للناس كلها وبيقول بيتقول له قول الطير وقول للناس وللأرض وكل حاجة من شروط الحب الإعلان أن الإنسان لما بيحب بيحب يقول للناس كلها قد إيه هو بيحبه قد إيه هو عايز يكون مع حبيبه وعايز ينتمي إلى هذا الشخص من شروط الزواج كمان الإعلان بالضبط بالضبط بالحب الشرعي بالضبط الله يفتع على حضرتك الدكتور فيه سؤال آخر ورد بتقول نصيحة حضرتك لأولياء الأمور اللي بيغضبوا بناتهم على الزواج من شخص معين بيغضبوا على البنات من الزواج من شخص معين قلهم حرام يعني أنت معيها النهار ده وبتختار لها بوجهة نظرك وأنا ممكن أكون مقتنعة جدا 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 اللي أنت بتختاره هو ده ينفعها لكن تعال نفكر أن هي بدان مش قبل يبقى أنا لازم أفضل معيها واحدة واحدة لغاية ما هي ما تفهم وجهة نظري أو أن هي تقبل لكن ما ينفعش أن أنا أدخلها حياة مع حد هي مش راضية وأقفل عليها وقول أن هما حيتأقلموا لأ حرام الغاصب مش من شروط الجواز طيب يعني حالة الرفض المتكرر شخص رجل أو بنت يعني كل ما الرجل ده يروح يترفض أو كل ما البنت ده تقعد مثلا عريس متقدم لخطباتها تترفض هل ده ممكن يسبب عقدة نفسية هو ممكن يسبب لا هو أكيد طبعا هيسبب حالة غير مفهومة يعني بلاش أن نسميها عقدة ولكن نقول أن حالة غير مفهومة وخوف ورهبة من تكرار الموقف خلينا نختاروا كلمات بسيطة خوف ورهبة من تكرار الموقف بس عليها بقى أن هي تراجع نفسها يعني أنا لما أدخل امتحان كذا مرة وما نجحش فيه طيب يا جماعة ما يمكن اللي أنا بتسئل فيه أنا مش عارفة جوجه ما يمكن طريقة التواصل ما بينه وما بين الناس ما يمكن أن هي بتباني مثلا أن هي متعجرفة أو متعالية شوية أو أن هي طلباتها صعبة ولكن إذا كانت هي شايفة نفسها أن هي موحقة في الطلبات بتاعتها فلسا أوان ما جايش أو لسا الشخص اللي ناسبها ما جايش فما فيش مشكلة أن هي تستنى بدون خوف وبدون رعب بدون خوف وبدون رعب بالضبط الخوف من المستقبل يعني من العمل العدب الإنجاب الكلام ده خوف من المستقبل إزاي الإنسان يتغلب على أمور دي خاصة في أمور الزواج أنه هو يعمل حسابها يعمل حسابها حسابها ما هو أنا لو خايفة أعمل حسابي إزاي لو هقول حضرتك إزاي يعني مثلا أنا لو خايفة أطلع رحلة وأجوع في السك هاخد معي ما هي هاخد معي سندروشات ما أنا بعمل حسابي رحلة فأنا خايفة هأهل نفسي حخطة صح هابتدي أسأل إيه المفروض أن أعمله إيه الحاجات إن أنا المفروض إن أنا أنجح بيها الجواز بتاعي زي مثلا لما أعرف أن الزوجي بيحب أكلة معينة بتجي بشوف الطرق الأكلة بالضبط إيه أمسى بحاجة ليرها إيه الطريقة أفضل طريقة وشوف مطاعم بتعملها كتير يعني أعمل حسابي الحاجة اللي أنا غايفة منها تمام ما استسلمش الخوف تمام حضرتك بعد في أول سنة زواج وأول شهر زواج بعد انتهاء ما يسمى بشهر العسل زي نقول في أمور بتتغير تمام بين الزوجين إزاي نتعامل في الأمور دي مش المفروض إن شهر العسل ينتهي مش المفروض إن شهر العسل تمام دي سياسة خاطئة تمام لانتهاء شهر العسل تمام الحياة كلها المفروض بتبير شهر العسل تب إزاي نخليها الحياة كلها شهر العسل كل يوم تصحي على ابتسامة جميلة منها حاجة حلوة هو بيحبها أو هي بتحبه كل يوم بداية جديدة وبداية حلوة كل يوم كل واحد فيهم لما يشوف التاني يحاسن الحياة حلوة لأن الطرف ده لسه موجود في الحياة فكده الدنيا تبقى أي مشكلة تحصل يعرفوا أنه المشكلة المشكل ده شيء طبيعي جدا ولكن عليهم أنهما يتحدوا مع بعض مش يتخنقوا مع بعض يتحدوا لحل المشكلة مع بعض تمام أنهما يتحدوا مع بعض هل ممكن يعني نضع خطة للمقبلين على الزواج ازاي يمشوا بيها طول حياتهم الخطة بص بقى احنا ممكن نجيب كلمة ونكبرها كده ونحطها كده في البيت يعني نغطي بيها الحطة اللي أول ما يدخلهم باب الشقة يشوفهم الإيثار الإيثار كل واحد يقصي التاني على نفسه كل واحد يحاول يسعد اللي قدامه أكثر وما بيسعد نفسه لو كل واحد فيهم حب التاني لو كل واحد حب التاني يبقى الاتنين هيحبوا بعض لأن كل واحد فيهم بيحاول يسعد التاني لأنه حب التاني أكثر وما بيحب نفسه فبالتالي حلة الحب حتفضل متوهجة دايما مش هتبتفي دي خطة اختصرتها حضرتك في كلمة بذب أنا إيثار الله ينور على حضرتك يعني ربنا بارك في حضرتك الحلقة ممتعة شيقة فيها أراء كتير وحضرتك بسم الله ما شاء الله يعني يعني الحلقة دي حتى ثري يعني الحلقة اللي فاتت بالنسبة للمعلومات في تخوف من عدم نجاح الحياة الزوجية إزاي نتعامل معك طيب لو أنا ما خفتش يبقى حدخل كده من خير ما أعمل حسابي على الحاجة أنا حعمل حسابي كل صغيرة وكبيرة كل موقف هعدي عليه هأهل نفسي إزاي أتعامل معاه عشان أنجح كل موقف أعدي عليه أموري بي يعني قبل ما أدخل الموقف بأهل نفسي دخلت الموقف بقيم نفسي إيه اللي أنا أخدته من التجارب إيه اللي أنا أتعلمته يبقى أنا أتعلم من الغلطة مش هتكورها تاني أنا طلعت من المشكلة بخبرة الخبرة دي أنا بستفيد بيها أي خطوة أنا بنشي عليها رأس مال للخطوة اللي بعدها تمام رأس مال للخطوة اللي بعدها تجارب إزاي البنت أو تعني أرجع شوية بقى الوراها تفضل يعني بعض الناس أو بعض المتقدمين لزواجه بيتجملوا تمام وتكلمنا في الموضوع التجمل ده وحضرتك قلت الصدق تمام ولنفترض أن احنا مثلا كان بيتجمل وكان ظاهر أنه صادق معنا في كل أقواله وأفعاله تمام بعد الزواج تغير هل نرضى بالأمر الواقع ولا بصر حضرتك لما تجي لي واحدة تقولي أنا عايزة أنفصل ولكن ما واحدة أنا ما عنديش مشكلة أن أنت تنفصل بشرط تمام أنت تعملي كل اللي عليك تمام وتتقي ربنا فيه كويس جدا 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 إذا قد ربنا سبحانه وتعالى لك ينفصل يبقى ربنا سبحانه وتعالى حيعوضك يعني لازم أعمل اللي علي بكامل الحاجة أنا دلوقتي عندي حاجة عندي شنطة لها زي ما بيقوله ودنين اللي قدامي فلت الودن بتاعها أنا حلحقها عشان ما تقعش تمام في وقت معين هلاقي نفسي بقول كيفية أنا تعبت كيفية أنا تعبت خلاص يبقى مفيش لوم علي هنا تمام ويمكن اللي قدامي يحس على دمه ويشيل معاه تمام يبقى لازم أعمل عليها شكل الموضوع لازم أعمل عليها في البداية تمام بالظبط إذا كان هو ما كانش يعني صدقه تغير أيوة بالظبط بس يكون شروط الزواج قائمة يعني أنا ما قلش إن المغصوبة هنا إن هي وهي تحبو حي تاني هي تكمل لا أترى لا هنا الأرقين مش متوفرة الإنجاب القبول بزبط تمام هنا يعني زواج بالإكراه بزبط تمام هنا فيه تدليس وفيه خيانة وما ينفعش ماذا ممكن يؤدي إلى الانتحار لما يعني في بعض الأحيان المفوض ما تكملش الجواز عشان كده بقولت أن فاصل يعني فيه حالات الجراحة لها الإسلوب الأمثل بزبط ما ينفعش أن أنا أطول المدة لأنني أطول الألم يعني طيب والله الحلقة ممتعة يعني بالنسبة للمغصوبية تمام تمام هل ينفع أنه هم يكون الكلام بينهم لأ وده قلنا المغصوبة اللي فاتت لأ لأنه ما ينفعش لا حضرتك ما قلتيش المرة اللي فاتة ما تكلمش في الحلقة دي المرة الموضوع ده الحلقة اللي فاتت تمام عايزك حضرتك تفصلي فيه شوي طيب قول حضرتك حاجة لما بروح أجيب حاجة أو أروح أشري حاجة المفروض أن أنا كلما كانت قيمة الحاجة عالية جدا وسرية جدا وقرية جدا لازم يكون الدراسة بتاعتي على قصص عقلانية ونفسية صحيحة صحة أو غلط يبقى ما ينفعش أن أنا أدخل فيها مشاعر أو أدخل فيها تحايل عشان البيعة تتم أو الصفقة تتم أو الشروط تقبل بشكل غير سوي أنا لما أعمل كلام مشاعر بقى وحب وحاجات طب ما هي ممكن تقبله لو هو بخيل وتقول آه بس بيحبني وبعد الجواز مش هتستحمل البخل ده ممكن تقبله هو بيدربها وتقول آه أصله بيقول لي كلام حلو وبعد الجواز مش هتستحمل الدربة ده وممكن يقتلها وممكن يأذيها ما يفعش الكلام إحنا اتفقنا أن الخطوبة وعد بالجواز يعني فقري وإنت بكامل كواكي العقلية إيه اللي ينفع وإيه اللي ما يفعش عشان نقدر نستمر صحه وعشان نقدر ندخل على أسس سليمة هل من حق الزوج أن يعامل ده سؤال وارد هل من حق الزوج أن يعامل زوجات وبعنف بإيه بعنف سكن ومودة ورحمة فيها كمة عنف لأ طبعا أصلي فيه حاجات بتبقى بعض الأزواج بيتعاملوا بكده معنا عايزين إحنا بنترح الأسئلة غير أسوياء نفسيا اللي بيطرح سؤال زي ده عايز علاك يعني من المفروض أن نحن عارفين أن سكن ومودة ورحمة حضرتك يعني إيه تنصحي بإيه اللي بيتعامل مع زوجة وبعنف يعني المفروض أنه يتعامل معها برفق تمام يتوفق بيها تمام يتوفق بيها ويعاملها كما عامل النبي صلى الله عليه وسلم بزبط يعني ده سؤال وارد أنت حضرتك بتقولي خطة إدارة الأزمات في الحلقة اللي فاتت كنت تتكلم عن خطة إدارة الأزمات وردت أزمة أو جات أزمة بين الزوجين في الحياة الزوجية هنا ممكن يصل الأمر إلى تدخل العامل الجراحي البتر تمام إيه الإسعافات الأولية التي يجب تغذها حيال هذا الأمر تمام قبل البتر أو قبل الطلاق قبل الانفصال نعمل إيه عشان نتفادى البتر أو نتفادى الطلاق أي أن كانت المشكلة أو أي أن كانت الأزمة إحنا بنعد مع بعض بنتكلم ونحدد ونكتب نكتب كلمات كده بسيطة وجميلة بنقول واحد الإيصار ماشي اثنين الاحترام تلاتة الذكرى الطيبة تمام تلات كلمات كده بنكتبه تمام ونحافظ عليه نفترض أن أنا طلبت أن أنا لا أنا عايزة منه كذا وكذا وكذا هل ده من الإيصار يبقى مطلبهوش لا ده أنا حشتمه بقى زي ما رأي شتمني هل ده من الاحترام يبقى معاملوش لا ده أنا حوريله وحجبله وخليله وسويله هل ده سيترك ذكرى طيبة بيني وبينه لا يبقى معاملوش تمام ده يعني بخطة حضرتك للأسحافات الأولية أو يعني التقارب في وجهات النظر لا هي الناس المحترمة والناس الأسوياء نفسيا والمجتمع المفروض يكون سوي نفسيا أنا المفروض أحافظ على الحاجات دي ما بيننا المفروض أن احنا بنحترم بعض المفروض أن احنا نمثل ذكرى طيبة لبعض المفروض أن احنا كل واحد فينا يقصر الثاني حتى لو اختلفنا حتى لو قررنا نحن نصيب بعض تمام ما نهنش بعض ما نمثلش الأولادنا شيء يستعروا منه لأن الأولاد الصحة النفسية بتتمثل بقوة من احترام كل واحد فيهم من احترام الأب للأم من الأرم للأب الولاد بيحسوا أن أم رخاص قوي 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 لو الأم أهانت الأب والأب أهان الأم هنا الأطفال بيحسوا بعدم التأدير لأن جزء منهم تم أهانته فأنا لازم بحافظ على الأطفال وبحافظ على الذكرى وبحافظ على إيصار كل منا نحو الأخ سؤال وارد هل بإمكان المرأة مخالفة الزوج في أمور محددة إن كانت صالحة أو مجموعة؟ هل لها أنها تخالف أمر الزوج؟ هو نفسيا أنا مش حديها رخصة نفسية بالمخالفة وشرعيا مش حقدة أديها رخصة بالمخالفة ولكن أقول إذا كنت تملكي إقرار الصائف ليه ما تجيبهوش منه؟ ليه ما تقولهوش أنت علمتني أن الموضوع ده ممكن يتعامل كذا 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 عشان أنت كنت أأيلي الموضوع ده حيبقى أحسن لنا في كذا وكذا كذا هاتي وجهة النظر كأن هي بتاعته يعني علميه هو بطريق غير مباشر إزاي يتعامل معاك حلو مشاهدي الكرام في نهاية الحلقة لا يسعوني إلا أن أشكر الأستاذ الدكتور دعين نحراوي معالك نفسي سلوبي ومعرفي شرفت ومورت حضرتك الحلقة النهاردة وأثرتها بمعلومات رائعة شكرا خيرا مشاهدي الكرام النبي صلى الله عليه وسلم علمنا التعامل مع الزوجات قال صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن المؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر ويقول الشاعر واختر خليل قلبك فليست كل القلوب بالقلوب تليق مشاهدي الكرام إن شاء الله في الحلقة القادمة سنتكلم عن تربية الأبناء تربية أول طفل وإنجاب أول طفل مشاهدي الكرام أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته